حركة النهضة غاضبة من حركة الشعب وتحية تونس ذلعي الاتلاف الحاكم اصطفى الحزبان ذد الحركة في جلسة مساءلة رئيسها راشد الغنوشي الأسبوع الماضي احتجت الحركة ورفضت توقيع وثيقة تكرس التضامن الحكومي الجمعة وطلب رئيسها راشد الغنوشي بتغيير الاتلاف الحاكم وادخال قلب تونس الفائز الثاني في الانتخابات جلست ثلاثة جوان اكدت التصدع داخل اتلاف الحاكم والعلاقات غير الودية لبعض الاطراف خاصة مع حركة النهضة منها حركة الشعب وتحية تونس واكدت الحاجة الى ان نعالج هذا الامر بتفاهمات اكثر وضوح وبتعزيز الحزام الحكومي بادخال قلب تونس الحزب الثاني الخلافات الفكرية والاديولوجية عمقت من التباعد بين الاحزاب الاربع الحاكمة الولادة العسيرة لحكومة الفخفاخ ما زالت قائمة يعتبر كل من حركة الشعب وتحية تونس ان مصير الحكومة لا يمكن ان تتحكم فيه حركة النهضة رغم ثقلها وان الحل والربط بيد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيد رشد خنوشي بامكاني التدخل في تغيير المكتب التنفيذي لحركة النهضة وليس الحكومة اضافة الى ان دعوة توسيع لترفع الحكومة من ترفع حركة النهضة موجودة قبل جلسة ثلاثة جوان وليس بعدها وهذه موقف واضح ونحن باقونا في هذه الحكومة لن نغادرها الاغلبية العددية من نجمش نتجاوزها تولا اليوم لغدوة لبعض غدوة حتى هو التحالف الاترح فيه البديل هو نفس الشيء هو ايضا جاي من اطراف ايضا متناقضة تذهب بعض التحليلات لان رفض حركة النهضة تواصل الاتلاف الحاكم بتركيبته الحالية انما هو مناورة حتى لا تسحب الثقة من رشد الغنوشي على رأس البرلمان ومهما يكون من امر فان الصيف السياسي سيكون ساخنا في تونس محوره الرئيس مستقبل الحكومة بالرغم من ان عمرها لم يتجاوز الثلاثة اشهر الحكومة التونسية مهددة بسبب ازمة حقيقية داخل الاتلاف الحاكم فالى اي مدى يمكن ان تصمد حكومة الفخفاخ فتح الفالح ميديا تونس اشتركوا في القناة